السلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع قبل أن أبلش هاي المراجعة وهذا الفيديو تذكر أهلنا في غزة والدعاء لهم والتبرع لهم والنشر عنهم وروح صلي الفجر كل يوم حاضر في المسجد وكل الصلوات إن شاء الله ويقرأ قرآن أذكارك الصباحية اعمل خير وادعي لهم بلكن كان الدعاء مستجاب منك إن شاء الله الله يجزيكم الخير من يوم ما صار المشكلة مع هواوي في موضوع جوجل والتطبيقات والهواتف وما إلى ذلك وصار عندهم قصص كثيرة ركزوا على أشياء ثانية من ضمن الأشياء اللي ركزوا عليها اللابتوبات وأنا بعتبر اللابتوبات هواوي من اللابتوبات الممتعة في الاستخدام أنا ما بحكي لك رح تأخذ أفضل أداء بس رح أحكي لك رح تأخذ أداء ممتع فالتجرب اليوم عندي هواوي الميتبوك الـ 14 إنش 20-24 وعندي هذا اللون الأخضر العجيب صراحة عندي هذا الجهاز النحيف الخفيف اللي حيكون مناسب لفئة معينة من الناس مش كل الناس فركز معي لو سمحت أول إشي وزنه 1.31% كيلو جرام يعني 1310 غرام خفيف فهذا حيكون مع السفر للناس بتحب السافر وإذا تحمل إشي خفيف هذا جهاز جدا مناسب طبعا هذا مش أخف لابتوب عند هواوي لا عندهم نسخة لبرو وإنتوا أكيد شفتوا في قناة من القنوات غير قناة اللي أنا ما وصلنيش وزنه 980 غرام رقم مذهل على كل حال حتى هذا خفيف بغض النظر وسمكته 14.5 ملي متر فيعني بصراحة كتصميم أعتقد أنه رائع وشغلة حلوة هو بلم بصمات لكن قليل جدا جدا مقارنة مع لابتوبات أخرى فسهل أنك تنظفه وفعليا يعني على الأغلب عاملين كوتينغ دا حتى ما يلم بصمات وهذا إشي حلو والأهم في هذا اللابتوب حيكون الشاشة ليش الشاشة هاي؟ لأنها مش LCD لأنها شاشة OLED شاشة جميلة جدا 14.2 إنش OLED يا أخوان بتردد 120 هرتز ودقة 2.8K متعة أنك تحضر محتوى على هاي الشاشة هاي الشاشة تدعم ألوان ونسق ألوان متنوع زي الـ SRGB أو الأدوبي RGB أو P3 قامت فالنتيجة أثناء الاستخدام ألوان حلوة لما بتحضر محتوى بالذات ألوان حلوة لما بتلعب games ألوان حلوة فالشاشة هاي ممتعة وطبعا تدعم اللمس بعشر طرق عندك طرق وما إلى ذلك كنتوا عارفين هاي الشغلة فموجودة هون والشاشة ممتازة جدا هواوي بتسميها فول فيو ليش بتسميها فول فيو؟ لأن الحواف تبعتي الشاشة نوعا ما قليلة الشاشة ماخذي 91% من جسم هذا الجهاز وبتدعم القلم بس مش أي قلم بتدعم قلم الهواوي اللي هو الامبينسل بس الجيل الثالث تأكد لما بتشتري يشتري الجيل الثالث عشان يشتغلها هذا اللابتوب طبعا بتدعم السوبر ديفايس كالعادة من هواوي بتشبك عليها تابلت بتشبك عليها الشاشة من هواوي تليفون ساعة يعني أشياء كثيرة حتى السماعات فالموضوع سهل جدا ومريح والشاشة بتدعم أيضا معدل ضخفيض الوميض اللي هو الـ PWM 1920 هرت وهي أيضا ما أخدي شهادة لحماية العين من TUV فيعني رح تقدر تحضر وتشتغل كثير طويلا على هذا الجهاز بدون مشاكل والألوان عندي الأخضر الجميل هذا وفيه كمان Space Gray أعتقد اللون الأخضر هو الأجمل نروح لشغلي برضو كويسة بهذا الجهاز اللي هو الأداء هذا الجهاز مش أقوى جهاز من هواوي ولكن أداءه أنا بعتقد أنه ممتاز لفئة معينة من الناس عليه معارج الانتل Ultra 7 هذا معالج جديد المفروض أنه فعليا بيخفف استهلاق طاقة لأنه مبني بمعمارية 7 نانومتر وهذا الحك صحيح البطارية هنا تدوم أكثر من الأجيال السابقة بالنسبة لتجربتي أنا الفرق نوعا ما يعني بقدرش أعطي نسبة مئوية ولكن حسيت بالفرق فيه فرق فرق يعني مش صغير أنه تمشي لا فيه فرق كويس فموضوع البطارية ممتاز وسعة البطارية 70 واط بير أور بطارية كثير كبيرة فأعتقد أنه موضوع البطارية أحسن فيه بهذا الجهاز بالنسبة لأنه رجع للأداء بتقدر تشغل جيمز بتقدر تستخدم تطبيقات كثيرة ولكن خلينا نخش على الأشياء ثقيلة بدك تعمل إذا كان فيديو 4K حيكون موضوع مش سهل وفيه حرارة إذا كان فيديو Full HD رح يقدر بدون مشاكل إذا كنت تعمل إدت لستوريز لريلز حيكون بيرفكت مناسب جدا إذا كنت تعمل تعديل لصور مناسب جدا AutoCAD 3D فيديو إدتنج لا يعني اللي هو الفور كي أنا ما بفضل لأنه ما رح يتحمل ورح يسحب طاقة أكثر ورح يحمى ولذلك اعرف يعني أنت شو الخيار اللي بدك يا وين تتوجه وإذا كنت طالب جامعة بيرفكت حيكون مناسب جدا إذا كنت من الناس اللي عندهم بيزنس أو بيشتغلوا الماركتينج بدك يعني لابتوب للعمل مناسب جدا لكن فئة الجيمرز غير مناسب فئة الفيديو إدترز لا أنا شخصيا لازم أعمل منتاج لفيديوهات كبيرة 4K بدي جهاز أقوى من هيك أكيد طبعا في عنده مروحتين بس للأمانة ولا مرة سمعتهم إذا بلاش تضغط على الجهاز رح تسمع صوت المراوح لكن صوتهم نوعا ما ناعم وبيساعدوا على التبريد النسخة اللي عندي 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت رامو بالنسبة للمداخل عنده كمية كويسة بصراحة عنده مدخل 1 USB Type-C عنده مدخلين USB Type-A 3.2 وعنده مدخل HDMI وعنده الفتحة 3.5 أيضا عنده البصمة هذا مش مدخل بس نزر للبصمة لحتى تعمل لوجين على جهازك هذا بودين على الكيبورد الكيبورد ممتازة جميلة مسافة السفر كويسة الطباع عليها الرائعة جدا بضل الموضوع ايش التراكباد التراكباد لا لم تعجبني الكليك اللي عليها اعتقد بدها تحسين لانها مش الكليك لما بتعمل الكليك على التراكباد مش سلسة بتخس فيها صوت او تخسها نوعا هيك بطيئة او معلقة يعني مش عارف كيف الشهور بالضبط بس عشان انا جربت تراكات بادات غيرها وبرضو من هواوي احسن من هاي البذات على نسخة الميت بوك اكس برو عنده تراكباد احسن من هاي بالنسبة للسماعات والصوت ممتازة فتجربتي بصراحة تجربة العامة انا هستطلت استخدم هذا الجهاز لاعمالي اليومية للطباعة لتصفح الانترنت للريسيرج للسفر حيكون مناسب حيث احستخدم لما سافر اذا بدي اعمل منتاج سريع للريلز لصور ممتاز جيمز انا ملعبش جيمز لو بدي العب جيمز العب على البي سي بشكل عام ادتنج لا بعمل ادتنج على جهازي الاساسي فهي استخدامي انا بنسبة للسعر عندي السعر في الامارات فقط لانه موجود عندي بس بالامارات الاردن مش موجود في هذا الجهاز سعره 4799 درهم رح تاخد معاه هدية سعرها 1200 درهم اللي هي هواوي ميت باد SE فممكن فعليا تستفيد اذا اشتريت هذا اللابتوب هذا بنافس مين اعتقد هم يحطينه نفس الماك بوك اير بس ما رح ينافس بالاداء بنافس كل اشي ثاني بس مش بالاداء يعطيكم الف عافية انشاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء